ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح وكمان رصد الدرجات بشكل رسمي وزي ما عودنا حضراتكم من موقع اليوم السابع سيتم نشر نتيجة السنوية العامة 2024 للدول الثاني رسميا على موقع اليوم السابع بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم وطبعا حصل اليوم السابع على حق إعلان نتيجة السنوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للدولين الأول والثاني خلينا أقول لحضراتكم إزاي تقدروا تحصلوا على نتيجة السنوية العامة فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم وتوفرها بشكل رسمي ورفعها على الموقع الإلكتروني لليوم السابع زي ما ظهروا دم حضراتكم على الشاشة دموقع اليوم السابع بنبدأ ندخل على إيكونة الثانوية العامة الموجودة على صدر الصفحة الرئيسية لموقع اليوم السابع بتفتح معنا الشاشة دي تحاول أقربها لخضراتكم بتفتح قدامنا شاشة بالشكل دوت موجود فيها في الجزء السفلي كلمة رقم الجلوس بنضغط عليه وبنكتب رقم الجلوس الخاندية وبعد كده بنضغط على كلمة النتيجة بتظهر هنا النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي بكل الموضوع بسيط مجرد أن أنت بتدخل على الموقع الإلكتروني للوم السابع وبعدها بتدخل على إيكونة الثانوية العامة الموجودة على صدر الصفحة الرئيسية للموقع بعدها بتكتب رقم الجلوس في المكان المخصص لرقم الجلوس وبعد كده بتضغط على كلمة إظهار النتيجة بتظهر النتيجة بشكل تفصيلي قدامك فيها كل الدرجات الخاصة بالطالب والنسب المقوية اللي حصل عليها في امتحان الدورين الأول والثاني طبعا كانت انتهت امتحانات الثانوية العامة الفين اربعة وعشرين 3 سبتمبر الجاري وأدى طلاب امتحان مواد الأحياء لشعبة علم علوم والاستتيكة لطلاب علم رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية كمان حرص الدكتور أحمد ظاهر نائب الوزير رئيس عام امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات على التواصل مع جميع مدير المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية كمان اطمئن على تواجد ممثلي وزارة الدخلية لتأمين مقار اللجان الخاصة بجميع المحافظات وأكد نائب الوزير متبعد جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءا من طباعة الأسئلة ومرونا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحانات ولجان النظام والمراقبة كمان تمكن أعضاء فريق مقافحة الغش الالكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد طلاب المتورطين في الغش وأشارت كمان إلى أنه سيتم حرمان طلاب المتورطين في الغش من النجاح في الثانوية العامة دي كانت آخر التطورات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة إذن خلاص خلال ليمكن أيام قليلة سيتم اعتماد النتيجة الخاصة بالدور الثاني ونشرها على الموقع الإلكتروني لليوم السابع وزي ما ذكرت لحضراتكم تقدروا تحصلوا على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لليوم السابع عن طريق طبعا آيكونة السنوية العامة الموجودة على صدر الصفحة الرئيسية فقط بنكتب رقم الجلوس في الخانة اللي ظهر قدام حضراتكم عربة مرة تانية بنكتب هنا رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعد كده بنضغط على كلمة النتيجة بيظهر النتيجة بشكل مفصل للدرجات اللي حصل عليها الطالب وكمان النسبة المقوية اللي حصل عليها في امتحان الدور الثاني دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه التقطيع اللي قدمناها لحضراتكم من شاشة تلفزيوني لوم السابع انتظرونا على مدار اليوم لمزيد من التفاصيل والتغطيات انتظرونا من كل مكان بشكركم وإلى اللقاء